هل أعدى الرئيس الروسي بوتين فاغنر إلى الواجهة مرة أخرى؟ مساء الخير شركة فاغنر هي لن تبقى مثل ما كانت سابقا حجمها يتقلص بعض المقاتلين قد غادروا هذه الشركة بعضهم الآن باقيين بدون أي عمل ولكن أكتريتهم يوقع عقودا مع وزارة الدفاع يعني بقيوا في شركة فاغنر ولكنهم ليس الأكثرية وبعضهم الآخرون هم انتقلوا لذهابوا لشركات أخرى طيب ولكن الاستخبارات البريطانية عذرنا سيدة سيبونينا الاستخبارات البريطانية تقول عكس ما تتفضلين به تماما هي تشير إلى أن مئات المقاتلين المرتبطين بفاغنر أعادوا انتشارهم من جديد في أوكرانيا لا هذا لا يتعارض مع قولي تماما لأنه بالفعل المقاتلين الذين بقيوا في شركة فاغنر هم وقعوا عقودا مع وزارة الدفاع وهم الآن عادوا على الجبهة ومنهم سيعدون إليها في المستقبل القريب ولكن ما أقوله أنه لن تكون شركة فاغنر التي كنا نعرفها بقيادة بريغوجين السيد تروشيف وهو القائد الجديد هو نعم هو كان مساعد لبريغوجين سابقا ولكنه حسب ما أعرف وقع عقدا مع وزارة الدفاع حتى ليس الآن هو عامل ذلك منذ بضعة أشهر هو موالي تماما لوزارة الدفاع لرئيس بوتين يعني هذه الشركة لن تكون تشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية مثل ما كانت تعمل ذلك سابقا حجمها سيكون أقل تمويلها سيكون أقل عدد مقاتليها سيكون أقل طيب